بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلب الطلبات الصف الأول فني تركيبات كهربية على منظومة الجدارات الحديثة أهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة النهاردة في بيتنا مدرسة وحلقة جديدة من وحدتنا اللي احنا شغالين عليها إن شاء الله وإن شاء الله النهاردة نخلصها المكونات والدوائر الكهربية طبعا اتكلمنا في حلقات سابقة في الجدارات هنا عن أول مخرج وتاني مخرج وتالت مخرج واتكلمنا عن زين نفس دائرة كهربية وبعض المصطلحات اللي قابلتنا زي تعريف الطيار المتغير وإيه الفرق بينه بين الطيار المستمر كلمنا كده عن قانون قوم خدنا التوصيل المقاومات على التوالي توصيل المقاومات على التوازي اتعرضنا كده الحاجات الصغيرة قوي 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 عن المكسف النهاردة هناخد جزء كبير بقى جدا داسم كده عن الطيار المستمر والطيار المتغير وإيه الفرق بينهم هنتكلم عن دوائر الطيار المتردد بتبيني إزاي وإيه مكوناتها والدوائر ده هي هنمسك جزء جزء المقامة لو تحطت مع طهير متردد ايه اللي يحصل لها المكسف لو تحطت مع طهير متردد ايه اللي يحصل له الملف لو تحطت مع طهير متردد ايه اللي يحصل له ازاي نحسب ال اكس ال ازاي نحسب ال اكس سي ازاي نحسب حاجة اسمها القيمة العظمى للجهد او القيمة العظمى للطيار النهاردة الحلقة دا سيما بنطبق فيها جزء مهم جدا اللي هو تحليل الدوائر الكهربية وده يعتبر اخر مخرج في الدايرة او اخر مخرج في الوحدة اللي احنا بندرسة السنة دي ان شاء الله نستعد بقى للتقييمات نستعد لانهاء العام للدراسة الاولان ان شاء الله وعايزوا كده واقفين على الارض صلبة مطمئنين ما تلاقوش من حاجة كل الحاجات دي تغطت كويس الحلقات موجودة في التلفزيون المصري على اليوتيوب على موقع القناة كل ده عايزكم كده تعودوا مع نفسكم وتراجعوا الحاجات دي كلها ابنوا فكرة حلوة الموضوع مش عشان انجح واخدوا ذكورة عالي وبس لا الفكرة كلها ان انا الحاجات دي كلها هتفيدني انا كفن تركيبات كهربية لما اطلع سوء العمل الجزء ده مهم جدا لنا النهاردة ان احنا نميز الطيار المتردد ده هو ويعني ايه طيار متردد وبيجي من ين والقيم الحكمة للطيار المتردد بتنقل على المكسف واخد وظيفه الاساسية في الدايرة ايه بس باخده كده كاشرة مش بتفصل يعني مش بخش بقى ايه بالتفصيل في التلم التاني ان شاء الله هنتعرض للحاجات دي كلها هنتكلم عن توصيل الاجهزة في في المحتوى ده هو ويه الاجهزة المستخدمة هنا في القياس وانشتغلت ازاي ويه اللي بتوصل توالي ويه اللي بتوصل توازي تعالوا كده نبدأ على بركة الله حلقتنا النهاردة اللي هو الطيار المتردد يعني طيار متردد الطيار اللي احنا قلنا عليه في الاول خالص اول ما اشتغلنا هنا مع بعضنا قلنا فيه طيارين عندنا في في الدنيا طيار مستمر وطيار متغير الطيار المستمر ده هو اللي احنا اتعرضنا عليه في الوحدات اللي فاتت هو طيار سابط القيمة والاتجاه وده بنشوفه في البطارية بتاع الموتسيكل او البطارية بتاعة العربية او بنشوفه مثلا في حاجر الالم اللي بنحط للرموت كنترول بتاعنا ده عبارة عن طيار مستمر اما الطيار المتغير اللي هو موجود عندنا بقى في البيت اللي هو الطيار اللي بشغال اللمبة وبشغال الخلاط وشغال الغسالة وشغال التلاجة. ده اسمه طيار متردد او طيار متغير. سموه متردد ليه? لانه متغير القيمة والاتجاه. يعني قيمته ممكن اغيرها واتجاهه ممكن اغيره. بمعنى ايه? احنا الكهربا كلها بتجينا من السد العالي من اسواب. بتتنقل بقى هنا غربية شرقية منوفية ده اهلية اسكندرية كل محافظات مصر. الكهربا دي بتتنقلها عن طريق ايه? تغير القيمة والاتجاه. بمعنى ايه تغير القيمة والاتجاه? لو انا عندي مثلا المولدات اللي في السد العالي بتطلع لي مثلا سي الف فولت. الالف فولت دول باخدهم اوديهم مثلا محافظة من محافظات عن طريق ايه? الابراج اللي احنا بنشوفه احنا ماشيين بالقطر كده اللي هي الابراج الهوائية دي. اول محاضرتك الكهربا مثلا انتيجي محافظة من المحافظات. الالف دول ممكن اخليهم عشرين الف. يبقى انا كده غيرت قيمته. ومش كده كمان ده انا غيرت اتجاهه. بدل ما اتجاهه كان جاي من هنا وديته الحتة اللي انا عايزها في المكان اللي انا عايزه بسهولة ويسر عكس الطيار المستمر اللي انا يصعب نقله من مكان الى مكان او يصعب نقله او اتجاهه لان الطيار المستمر سابط القيمة والاتجاه فماشي في اتجاه واحد بس لكن ده رايح جاي ده زي طريقين كده طريق رايح وطريق جاي لكن التاني طريق واحد بس يا رايح يا جاي عشان كده الطيار المتردد مشمل بقى وشامل ومتسع بقى افك زي اقوله كده وبشتغل في حاجات كتير جدا يبقى ما اجا اقول لي يعني ايه طيار متردد هتقول لي هو طيار متغير القيمة والاتجاه ويكرر نفسه بشكل منتظم يعني هو طيار بيتولد من السد العالي او بيتولد من محط التوليد الطيار ده هو بقدر اغير قيمته زي ما انا عايز بقدر اغير اتجاهه زي ما انا عايز واللي حاكمني الزمن اللي انا شغال فيه يبقى اول حاجة هتقابلنا كده تعالوا مقبينا نبص عليها كده الطيار المتردد هو الطيار الكهرابي الذي يتغير في القيمة والاتجاه مع تكرار نفسه دوريا بمرور الزمن يعني كل ما الزمن شغال والتوليد شغال هو الطيار ده هو بيغير نفسه واتجاهه ويمكن وصف الطيار المتردد المثالي اللي هو بمجا جايبية زي ده هي بالزبط تعالوا بقى بنا كده نشوف الطيار ده هو بيتولد عن طريق العلاقة الرياضية اللي بتقول لي ايه ان الطيار اي بيساوي الاي ماكس اللي هي القيمة العظمى للطيار في جيب زاوية القطع كلمة سين سيتا ده هي هنا ممكن احط كلمة سيتا او اوميجا تي اللي احنا بيقول عليها زاوية القطع اللي هي بتساور ياضيا اتنين باي اف تي كلمة اتنين ده رقم سابت باي بتلاتة واربعتاشر من مية اف اللي هو التردد اللي هو الفريكوانس اللي موجود عندنا وسابط القيمة بخمسين زبزبعة الثانية التي اللي هو الزمن الدوري بتاعي او للطيار و اف التردد مقاصم بوحدة الهرتز طيب تعالوا بقى بنا كده نشوف التوليد بتاع الموجة ده بيجي منين او الطيار ده هو بيتولد ازاي قال لي يمكن استنتاج الطيار المتردد من خلال وضع موصل بين قطبي مغناطيس كهربي فينتج دوران للموصل فيتولى الطيار نتيجة القطع المتبادل بينه يعني مثال بسيط كده لو انا جبت قطبي شمالي وجبت قطبي جنوبي وحطت في السكة كده موصل يعني حتة سلك بيستنتك في السلك ده هوت قوة دفعة كهربية القوة الدفعة الكهربية دي بنقول عليها الموجة الجايبية تعالوا كده بقى نشوف مع بعضنا الفيلم ده هوت بيقول لي الكهربا بتاعتنا بتشتغل ازاي تعالوا كده نشوف الكهربا بتاعتنا بتتولد ازاي ادي القطب الشمال اهو واد القطب الجنوب اهوت واد الموصل اهو شايفين الموصل ده السلك اهو بيلف حوالين مجال الكطب الشمالي والكطب الجنوبي بيطلع فيد مغناطيسي فده مطلع فيد مغناطيسي بقيسه عن طريق اللي هو الجيلفانوميتر ده هو وده جهاز حساس جدا بيقس لحركة الموصل اول ما بيمر طيار كهرابي في الملف ده هو بيستنتج به مجالا مغناطيسيا او المجال المغناطيسي بينتج عنه طيار كهرابي سمه الطيار ده طيار متردد لانه متغير القيمة والاتجاه طيب بصوا بقى كده معايا ده القطب الشمال اهو وده القطب الجنوبي وده السلك ايه اللي بيحصل بقى هنا الحركة هنا بتبقى حركة ترددية يعني ايه حركة ترددية يا مستر يعني الحركة اللي تبقى موجودة في المجال ده هي حركة ترددية بمعنى ان كل ما السلك بتاعي بيلف كل ما بيقطع مجاجيبية تعالوا كده نشوف مع بعضنا وهو بيشتغل كده او هو بيجري كده بيعمل ايه اهو اتجاه الحركة دي قاعدة فيلمينج هوت قال لاتجاه المجال بيبقى على ايد اليمين اتجاه الطيار اتجاه الحركة السلك طول ما هو بيلف او المجال طول ما هو بيلف عندنا بيعمل قوة دفعة كهربية بتتنقل من نقطة لنقطة عن طريق حركة الملف الملف ده هوت بيدور في دايرة والدايرة اللي قدامك دي اتما انت لو قربت الاتنين دول مع بعض كده هتلاقي الاتنين دول 380 درجة مقوية او 360 درجة مقوية انا اسف التلتمية وستين درجة ده همت اللي هي زاوية القطع اللي عندنا لان ده هي محيط دايرة فمجموع الزاوية اللي عالد دايرة خدناها في الهندسة في الاعدادية 360 درجة مقوية فال360 درجة مقوية دول بيتقسموا 30 60 90 120 180 لغاية لما يطلع للموجة الجايبي يبقى انا هقول لك بقى خلاصة الكلام دي لما بيمر طيار كهرابي في موصل بيستنتك به مجال معناطيسة ده محطوط بين مجالين معناطيسيين او محطوط وسط مجالين معناطيسيين يعني قطب شمالي وقطب جنوبي بيستنتك به مجال بص بقى شكل الموجة عندنا عاملة ازاي الكهرابي عندنا شايفين الملف الملف بيدوره هوت الشكله اصفر ده هوت وسط مجال قطب شمالي وقطب جنوبي بيدور فلما بيدور هنا بيعمل ايه شايفين الموجة الجايبية بتتعمل ازاي بتطلع من الصفرة هي بتطلع فوق بتوصل للقمة لما يكون زاوية القطع 90 ينزل بعد كده شايفين الملف طول ما بيتحرك بيرسل موجة جايبية هي الموجة دي بتوصل عند المية وتمانين يعني كده شغال في النص الموجة بالموجة بعد كده ينزل تحت من المية وتمانين للتلتمية وستين في الجزء اللينا بسميه الجزء السالب يبقى الحركة هنا حركة بيدور في دايرة والدايرة تلتمية وستين درجة منها مية وتمانين في الموجة ومية وتمانين في السالب لما ضار في الموجة بعمل موجة جايبية من صفر المية وتمانين ولما دار في السالب عمالي من 180 لغاية 360 فكده دار دورة كاملة الدورة دي بيسموها موجة جايبية يبقى الموجة الجايبية اللي قدامنا ده هي اللي ظهرها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من القيم الموجبة والسالبة التي يمر بها الجهد أو الطيار سموها موجة جايبية لأنها بتشبه رسم القلب اللي انتوا شايفينه كده أو الموجة اللي انتوا شايفينها بتظهر وبتختفي في الرسمة اللي قدامكو دي اهي ده الرسمة بقى التانية بتاعتنا هي دي موجة جايبية عادية خالص بدأت من الصف بقيت عند التسعين درجة ده هي امتى لما كان الموصل عمودي على المجال المغناطيسي بيعمل زاوية قاطع اسمها تسعين درجة بعد كده ينزل لغاية المية وتمانين يبقى كده خلص الموجة ينزل بعد كده في السالب وهكذا طول ما فيه زمن يعمل موجة جايبية ودي العلاقة بين الجهد والطيار او العلاقة بين الجهد والطيار والزمن او الموجة الجايبية في بعض المصطلحات بقى هنا هنتعرض ليها واحنا شغالين مع بعضنا في حاجة اسمها التردد يعني تردد قال للتردد هو عدد الزبزبات او الموجات في الثانية الوحدة يعني تردد شايفين الموجة اللي اتعملت دي الموجة ده هي عددها خمسين زبزبة في الثانية الوحدة يعني احنا عندنا التردد في جمهورية مصر العربية في اي جهاز كهرابي سابط القيمة على خمسين ذبزبة في الثانية. يعني كل ثانية فيها خمسين زبزبة. وبرمز لها بالرمز ايف. وده بيسموه التردد عشان كده التردد موجود في الطير المتغير او الطير المتردد بس ومش موجود في الطيار المستمر. في مصطلح تاني برضو هيقابلنا كتير الزمن الدوري. كلمة ت اللي هي الزمن الدوري هو الزمن بالثانية الذي تستغرقه الدورة او الزبزبة الوحدة. يعني او الزبزبة دي خ дерت ايه في زمن ايه? الزمن ده يطلق عليه الزمن الدوري ويرمز له بالرمز T وده علاقته عكسية مع التردد يعني كل ما الزمن بيزيد كل ما التردد بيقل والعكس صحيح لان انا عندي قاعدة بتقولي ان T بتساوي واحد على F او F بتساوي واحد على T يبقى العلاقة هنا برافو عليكم علاقة عكسية في مصطلح تاني برضو هيقابلني اسمه القيمة العظمة للجهد او الطيار يعني ايه القيمة عظمة شايفين لما الملف وصل للتوب كده قلت لك امتى يوصل للتوب عند زوية قطع كام تسعين درجة يعني هي القيمة اللي بتكون عندها زوية القطع تسعين فبيديني اكبر قيمة للجهد او الطيار وفي الحالة ده ايه بيكون الملف عمودي على المجال المغناطيسي او احرى على خطوط المجال المغناطيسي في عندي حاجة اسمها القيمة المتوسطة ايب انا عندي القيمة العظمة اللي هي اكبر قيمة عد عليها الجهد والطيار في عندي قيمة تانية اسمها القيمة المتوسطة للجهد او الطيار ودي متوسط قيمة الجهد او متوسط قيمة الطيار خلال نصف دورة زمنية واحدة يعني الزمن بتاعي او الدورة بتاعتي نصف دورة واحدة بس بيديني حاجة اسمها متوسط الجهد او متوسط الطيار طيب في عندي بقى حاجة مهمة جدا اسمها القيمة الفعالة ايه بقى القيمة الفعالة ديت القيمة الفعالة ديت اذا كانت فيه طيار مستمر قيمته معينة وبيستهلك طاقة في المقاومة بالطاقة دي بيكون طاقة حرارية في زمن معين هنسميه والزمن ده هو بيمشي في طيار متردد قيمته العزمة بتبقى كبيرة جدا فبيستهلك طاقة الطاقة دي بيسموها قيمة فعالة القيمة الفعالة دي تمكن أحددها أو ممكن أحسبها اللي آه بيسموها اختصال لكلمة بتساوي الاي ماكس على جزر اتنين يعني تقريبا القيمة المتوسطة أو القيمة الفعالة لأي جهاز أو لأي مسألة عندنا قولي الاي ماكس على جزر اتنين يعني 707 من الف في الاي ماكس يعني ايه مصر الكلام ده يعني لو طلب منك القيمة الفعالة لأي دائرة كهربية اضرب 707 من الف في القيمة العزمة للطيار اللي هيدهولك أو 707 من الف في الفي ماكس يعني أنا ممكن أحط كلمة اي ماكس لو هو مديني القيمة العزمة للطيار وممكن أحط في ماكس لو هو مديني القيمة العزمة للجهد تعالوا كده نطبق في مسألة بيقول لي ايه بيقول لي احسب القيمة الفعالة والمتوسطة يعني القيمتين الفعالة والمتوسطة لجهد متردد قيمته العظمة 311 و 13 من 100 فولت يبقى هنا تداني الجهد الأعظم أو أنا بسميه القيمة العظمة للجهد وطالب من القيمة الفعالة والقيمة المتوسطة تعالوا كده نشوف الراجل حلهانا إزاي قال لي إيه قال لي الراجل مديني في المعطيات ال VMAX اللي أنا بقول عليها القيمة العظمة للجهد اللي هي ب 311 و 13 من 100 V روتمن سكوير اللي هي القيمة العظمة للجهد بتساوي ايه? اي قيمة اي قيمة متفعالة عشان تجيبها اقسم العظمة على جازر اثنين او اضربها في 707 من الف. يبقى انا عندي حلين. يقسم ال 311 و 13 من 100 على جازر اثنين يئمة اقول ال 311 و 3 18 في 707 من الف. هيوديك نفس المكان هيوديك نفس المحطة. هيبقى بـ 220 فولت. يبقى انا كده اجبت القيمة الفعالة للدائرة اللي عندي. طب لو طلب مني بقى القيمة المتوسطة القيمة المتوسطة بتساوي ايه? قال لتنين في ماكس على باي. يعني ايه الكلام ده يا مستر. يعني خد الفي ماكس اللي هو مدولي في المعطياب بتلتمية واحداشر وتلاتاشر من مية. اضرابهم في اتنين وقسم على باي اللي هي تلاتة واربعتاشر من مية. يطلع الناتج مية تمانية وتسعين فولتي. بأنا هنا عندي قانونين ملهمش تالت. القانون الاولاني. لو طلب مني القيمة العظمى للجهد. او ااسف القيمة الفعالة للجهد. او القيمة الفعالة للطيار. قل لي اي قيمة فعالة. برموز لها بالرمز ار ام اس بتساوي الفي ماكس او الاي ماكس على جهز الاتنين. وممكن اشيل القانون ده خالص. واضرب سبعمية وسبعة من الف في القيمة العظمى اللي هو مدهالي. سوى كان مديني جهد اضربه في الجهد. لو كان مديني طيار اضربه في الطيار. طب لو طلب مني بقى القيمة المتوسطة اللي احنا بنقول عليها الفي افارج. بتساوي ايه? بتساوي اتنين في ماكس على باي. يعني انت هتجيب الفي ماكس اللي هو مدهاليك في المعطيات اضربها في اتنين واسمها على باي اللي هي تلاتة واربعتاشر من مية او اتنين وعشرين على سبعة يطلع الناتج بالفولت. يبقى هنا هدون معاك وكده ملحوظتين مهمين ان انا عند قيمة فعالة وعند قيمة متوسطة. القيمة الفعالة لأي جهاز كهرابي او لأي اه قيمة كهربية بتساوي الفي ماكس على على جازر اتنين او القيمة العظمى على جازر اتنين مش اقول فيه بقى واسمي او القيمة المتوسطة لو طلبها مني اقول اتنين في القيمة الفعالة القيمة القيمة العظمى على باي. طيب نتنقل بقى الحاجة مهمة جدا عندنا حاجة اسمها مكونات الكهربية في الدوائر الطيال المطرد. اي دايرة كهربية او اي مكون في دايرة كهربية ليه حمل? والحملة عندنا تلات انواع. حمل مادي وحمل حسي وحمل سعوي. يبقى الاحمال اللي احنا بنتعرض لها في المادة عندنا او الوحدة بتاعتنا السنة دي. تلات انواع. هندرس دلوقت الحمل المادي. وبعد شوية ناخد الحمل السعوي. وبعد شوية ناخد الحمل الاستنتاج. يعني ايه حمل مادي? اللمبة اللي انت شايفة دي بيسموها حمل مادي. السخام في البيت حمل مادي. المكوى حمل مادي. يبقى دي اسمها احمال مادية. اما الاحمال الاستنتاجية اي حاجة فيها حركة. اي مطور عندك او اي محرك في البيت بيسموه حمل استنتاجي او بيسموها احمال استنتاجية اما الاحمال السعوية اي حاجة فيها مكسف زي ايه بقى زي مثلا الرصيفر زي اللابتوب زي الكمبيوتر زي شاشة التلفزيون زي الموبايل اللي معاك دي كلها اسمها احمال سعوية يبقى انا ممكن ابقى فسنا اقولك كده عارف يعني احمال مادية في البيت وعارف يعني احمال حسية في البيت وعارف يعني احمال استنتاجية هندرس بقى دلوقتي حالا لو انا عندي احمال مادية في البيت او في اي مكان وادرس عن قرب بقى لو انا حطيت احمال مادية في دائرة كهربية طيار متردد ايه اللي بيحصل مين بيتقدم مين بيتأخر الجود والطيار بيكونوا فين هل بيبقوا ماشيين مع بعض ولا بيبقى بينهم من بعض مسافة هنتكلم دلوقتي لما ندرس مع بعضنا الحمل المادي الحمل المادي بقول لي عند مرور الطيار في المواصلات اي طيار كهربي بيعد في سلك بيلقم قومة واتفقنا مع بعضنا في الحلقات السابقة هنا في البرنامج لما كنا بنتكلم على ان المقاومة دي بتحد من شدة الطيار وطول ما فيه مقاومة الطيار يقل طول ما المقاومة عالية الطيار يقل فبيقول لي ايه هنا بقى بيقول لي لما بيمر طيار في المواصلات بيلاقي مقاومة يعني بيلاقي ايه يعني بيلاقي يعني رد الفعل بيكون فيه مقاومة المقاومة ده هي تتوقف على طول السلك ومساحة مقطع السلك ونوع مادة السلك اللي هو مصنوع من النحاس ولا مصنوع من الألمونيوم طب طول السلك قصير ولا طويل طب مساحة مقطعه كبيرة ولا صغيرة وخلوا بلكم الكلام ده برضو تعرضنا له في العوامل التي تتوقف عليها مقاومة الموصل وأفكركم كده أن طول السلك يتناسب تناسبا طرديا مع المقاومة يعني كلما السلك طوله بيزيد كلما المقاومة بتاع الموصل تزيد مساحة المقطع دي بقى عكس يعني كلما السلك مساحة مقطعه تكون صغيرة المقاومة تكون كبيرة جدا والعكس صحيح نوع مدته هل مصنوع من النحاس ولا مصنوع من الالمونيوم كل موصل بيبقى ليه حاجة اسمها المقاومة النوعية بتاعته بتختلف درجتها حسب مادة صنع المادة الموصلة او المادة المصنوع منها السلك طيب قال لنتيجة ان الطيار بيمشي في الموصل وبيعتمد عمروره على طول السلك ومساعة المقطع ونوع المادة بينتج استهلاك او فقد في الطاقة لازم يحصل فقد في الطاقة الكهربية او استهلاك في الطاقة الكهربية والطاقة ده ايه بتظهر على شكل حرارة في السلك لو انت بتشحن الموبايل فترة طولة كده بتمسك مكان الشاحن كده تلاقي الموبايل سخن جدا ده دل على ان ايه ان انت ما وصلتوا بالطاقة الكهربية حصلوا فقد في الطاقة الكهربية والطاقة دي تحولت لطاقة حرارية في السلك نتيجة المقاومة طب لو الحمل مادة بقى قال لشدة الطيار في الحمل وفرق الجهد بيكونوا مع بعض حبايب سمنة على عسل متفقين في الوجه يعني ايه متفقين في الوجه يا مستر يعني ما فيه زاوية بين الجهد والطيار يعني الزاوية اللي بين الجهد والطيار بصفر يعني ايه يعني ما فيش حد سابق حد عشان كده بقى الراجل رسم لي هنا المتجهات قال لي ايه بقى قال لي دي المقاومة هي بوصلها على الطيار المتغير اللي هي العلامة بتاعته كده الطيار اللي بيعدي والجهد اللي على المقاومة ده هم بيكونوا ماشيين مع بعض شايفين الموجة الجايبية اللي احنا لسه شفناها من شوية في الفيلم التسجيلي اللي عرضناها من شوية قد الطيارة هو واد الجهد دي موجة الطيار ودي موجة الجهد لاتنين دول منطبقين وماشيين مع بعض ايد في ايد كده وسامنا على عسل مفيش زاوية بينهم ويخلي بالك لاتنين دول ماشيين مع بعض بس احنا عملنا ده بلون او ده بلون او لاتنين اخرناهم سنة كده عشان بس عرفك ان الجهد منطبق تمام لانطباق عالطيار يعني مفيش زاوية بينهم عشان كده مجرس من المتجة بين الجهد والطيار بلاي ان الجهد بتاع المقاومة ماشي مع الطيار اللي هو اي في اتفاق وجهي واحد يعني الطيار والجهد ماشيين مع بعض بخطوة بخطوة ماشيين على سطر واحد مفيش حد سابق حد هطلع من هنا ان انا لو وصلت مقاومة مع طيار متغير بلاحظ الاتي ان الجهد والطيار في اتفاق وجهي واحد طيب يبقى زاوية الوجه بين الجهد والطيار بتساوي صفر برافو عليكم ان الجهد على المقاومة بيساوي حاصل ضرب شدة الطيار في المقاومة وعمينا قوم في الحلقة اللي فاتت قال لنا العلاقة دي وخدناها وحلنا عليها مسائل كتير طيب يا ميستر الحمل بقى هنجيب حمل سعوي والمقصود هنا بالحمل السعوي اللي هو المكسفات الحمل السعوي بقى يحتوي بشكل اساسي على مكسفات يبقى الاحمال السعوية جواها كده مكسفات كهربية والمكسفات ده هي ممكن يكون معهم قومات طب المكسف ده عشان بس اني بقى فاهمين يعني ايه هو اداة ان انا اخزم فيها الشحنات القهربية ويستخدم في الاجهزة القهربية والالكترونية يبقى المكسف ده هو اداة ان انا بخزم فيها شحنة قهربية زي التلاجة كده بخزم فيها الاكل هنا بخزم في المكسف الشحنة القهربية وابسط انواع التخزين اللي عندنا الفلاش بتاع الكاميرا لو انا مثلا كده في مكان واصور زمايلي كده او اخد لقطة بالموبايل كده بلاقي فيه فلاش كده ظهر من الموبايل بتاعي او نور كده طلع من الموبايل الموبايل ده هو فيه مكسف المكسف فيه بعض الشحنات الكهربية لو اما انا حبيه تصور زمايلي واعمل واستخدم الفلاش خد من الشحنات المختزنة في المكسف شوية شحنات وفرغهم على شكل ضوء فانت شفت الفلاش اللي ظهر ده هو يبقى المكسف موجود معايا في الموبايل موجود في التلفزيون موجود في الشاشة موجود في اللاب موجود في جهاز الكمبيوتر وظيفته الاساسية حفظ وتخزين الشحنات وقت ما حبه جيبها قال ايها موجودة فين بقى قال ايها موجودة في المكسف اللي انا هقول عليه تركيبه ايه من شوية كده يتركب المكسف من لحين من المعدن بينهم مادة عزلة يبقى المكسفات كلها عبارة عن لحين واللحين دول ممكن يكونوا مصنوعين من المعدن بس شرط يكون البنهم مادة ايه عزلة والمادة العزلة ممكن تكون ورق ممكن تكون بلاستيك ممكن تكون ميكا ممكن تكون سراميك أي مادة عزلة محطوطة بين اللحين وتعرف سعة المكسف هي النسبة بين الشحنة Q وفرق الجود V أنا لو جت في الامتحان وقلت لك احسب السعة للمكسف اقسم الشحنة على فرق الجود الشحنة دي خدناها في أول ما اشتغلنا جادرات قلنا الشحنة هي Q وتقاس بوحدة الكولم والV فرق الجود ويقاس بوحدة الفولت لو أنا أسمت الشحنة اللي هي Q على فرق الجود فيه يديني السعة والسعة تقاس بوحدة تسمى الفراد أو في أصغر منه المايكرو فراد فيه النانو فراد فيه البيكو فراد الشكل اللي قدامنا ده يا أولاد دي عبارة عن مكسفات مختلفة منها الهوائي اللي بيسموها المكسفات المتغيرة ومنها السابت اللي هي المكسفات السابتة ومنها الكيميائي ومنها المستقطب ومنها الغير مستقطب كل دي أنواع مكسفات لو انت فتحت أي بردة لأي جهاز إلكتروني من أول الموبايل كده لغاية بردة التلاجة أو بردة الغسالة اللي هي الفوق أوتوماتيك والأوتوماتيك بتلاقي فيها مجموعة من المكسفات اللي هي ألوانها أو شكلها بالشكل ده هي وده الرجلين بتاع المكسف هو اللي بتلحموا في البردة وده أخدناهم وعملنا تاميرين هنا من حلقتين ثلاثة فاتوا عن إزاي نشتغل على البردة وإزاي نحط فيها أو نثبت فيها مكونات الدائرة القهربية زي المكسف طيب وده الشكل بتاعه ده عبارة على اللحين همت واللحين دول مصنوعين من المعدن بينهم مادة عزلة وده المجال الكهرابي اللي بيبقى بين اللحدة هوت واللحدة هوت والشحنة تخزن على الألواح منها السالبة ومنها المجابة ويسموا المكسفات دي مستقطبة يعني موجب وسالة طب يا مستر عشان أحسب الساعة القهربية لازم يكون عندي بعض المعلومات الساعة دي ممكن تساويه قولنا من شوية كيو على في طب لو أنا مش مديك في الامتحان بقى لكيو ولا في يعني يا مستر يعني مش مديك لشحنة ولا فرق جهد ممكن أجيبها عن طريق إيه؟ عندنا حاجة هنا اسمه إبسون اللي احنا بنسميه معامل أو ثابت العزل بيسموه إبسون حرف الإي كده بالإنجليزي إيه؟ مساحة المقطع دي المسافة ومن هنا هطلع بحتة حلوة قوي أن الساعة بتاع المكسف تتوقف على ثلاث حاجات ثابت العزل نوع المادة العزلة يعني وسابت العزل اللي احنا بنقول عليه إبسون إيه؟ مساحة المقطع دي المسافة بين اللحين هفهم من هنا إيه؟ إن كل ما مساء المسافة بين اللحين زادت كل ما الساعة برافو عليك وتقل يبقى العلاقة هنا علاقة إيه؟ علاقة عكسية إن ساعة المكسف تتناسب تناسبا عكسيا مع حاجة اسمها المسافة بين اللحين لكن مساحة مقطع اللحين كل ما بتكبر مساحة المقطع يديك ساعة كبيرة يعني كل ما اللح يبقى طخين يديك ساعة كبيرة اللوح يبقى رفيع يديك ساعة صغيرة ثابت الوسط أو ثابت العزل ده هو يتناسب هو الآخر تناسبا طرديا يعني ثابت العزل ومساحة مقطع اللوحين تتناسب طرديا مع الساعة وعكسيا من بقى اللي بيتناسب عكسي المسافة بين الألواح النتج بيطلع بالفراد أو فيه وحدة أصغر مايكروفراد أو نانوفراد أو البيكوفراد C اللي احنا قلنا عليها بقى للساعة إبسون مساحة العزل إيه اللي قلنا عليها مساحة المقطع الD اللي هي المسافة بين الألواحين ممكن اكتبها كابتل ممكن اكتبها سمول براحة خالص تقص ساعة المكسف بوحدة تسمى الفراد وبرمز لها بالرمز F طيب المفعلة السعوية بقى اللي انا بقول عليها الXC ايه بقى الXC دي قال لي في الدواير بتاع الطيار المتردد المكسف من وظيفته بيشحن يعني المكسف لو انا حطيته مع طيار متردد بيتم شحنه وبيشحن في نص دورة ويفرغ في النص التاني يعني بيشحن نص موجة ويفرغ نص دورة يعني ايه مش احنا اخدنا الموجة الجايبية موجة بسالب اهو بيفرغ او بيشحن في النص الاولاني اللي هو النص الدورة الاولاني ويفرغ شحنته في النص الاخر من الدورة والعملية دي بتفضل شغالة طول ما فيه طيار متغير شغال ده بقى بيسموها المفعلة السعوية اللي احنا بقول عليها عملية الشحن والتفريغ بتسبب نعم المقاومة خلوا بالكم بتسبب نعمل الإيه من المقاومة فنوع المقاومة ده هو بيسميه مفعلة سعوية أو الممنعة السعوية اللي احنا بقول عليها الـ XC والـ XC ده هي بتختلف من مكان لمكان سبتة في كل الأماكن الشكل بتاعي الأول هو ده المكسفة هو وده مفتاح وده الموجة الجايبية هنا هاستنتج هنا إيه بقى هناك لما انتو لما احنا حطينا مقاومة وقالنا لقينا الموجة الجايبية بتاع الجود والطيار في اتفاق وجهي واحد يعني ما فيه زاوية بينهم هنا بقى المكسف درب الدنيا بقى أو قلب الدنيا قلب الدنيا ليه قل في حالة وجود مكسف اللي أنا هسميه سي ده هو قل الجهد الجهد بيتأخر عن الطيار بزاوية 90 أو الطيار يتقدم عن الجهد بزاوية 90 يعني أنا لو وصلت مكسف في دايرة كهربية بلاحظ الآتي بلاحظ إن الجهد لو بدأ من الصف الطيار بيزبقه بزاوية 90 يعني الطيار بيتقدم عن الجهد بزاوية 90 درجة في حالة المكسفات عشان كده لما جيت لسمت المخطط الاتجاهي عملت الجهد هوت عند الصف من اللي سابق برافو عليكم طيار المكسف سابق الجهد بتاع المكسف بزاوية 90 ودي العلاقة رقم 2 اللي هستنتجها بعد المقومة طيب قال للمفعلة السعوية اللي انا بسميها الممنعة السعوية اللي هي الـ XC بتساوي ايه بقى بتساوي واحد على اتنين باي FC يعني ايه الكلام ده يا مستر يعني لو جيت في الامتحان وقتلك احسب الممنعة السعوية او المفعلة السعوية لمكسف سعته مثلا قد كده بتعمل ايه بتقول لي والله القانون بيقول لي ان الـ XC بتساوي واحد على اتنين باي FC الواحد ده رقم سابق اتنين رقم سابق البي اللي هي تلاتة واربعتاشر من مية اللي انا بقول عليها طه النسبة التقريبية اللي هي تنين وعشرين على سبعة F اللي هو التردد C اللي هي قيمة السعوية بتاع المكسف طيب تعالوا بقى شوف ايه تطبيق اللي بيقول لي عليه او الجزئيات اللي انا عايزة تبقى فاهمها في المكسف بيقول لي يمر الطيار المتردد في المكسف بينما لا يمر الطيار المستمر في المكسفات اعجابة صحيحة لا يمر الطيار باللوحي المكسف لوجود مادة عزلة بينهما وانما يمر الطيار من اللوح ده للوح ده يبقى الطيار بتاعي مش بيخش في اللوح ويتنقل اللوح التاني عن طريق المادة العزلة لا ده لا يمر الطيار بين اللوحين لوجود مادة عزلة لكن بيعمل ايه بقى الطيار الطيار بيمشي من اللوح الاولاني يعدي عن اللوح التاني والاتنين بيبقوا توازي كده مع بعض وممكن اوصل المكسفات على التوالي وممكن اوصلها على التوازي زي ما هنشوف بعد شوي بيقول لي هنا احسب المفاعلة السعوية اللي انا هقول عليها الاكسي سي لمكسف ساعة ربعمية وسبعين مايكرو فراد عندما يوصل جهد متردد خمسين هيرتز يبقى الراجل الدني في المعطيات التردد بخمسين والدني الساعة بتاع المكسف بربعمية وسبعين مايكرو فراد طالب الاكسي سي بنت شطرة بتقول لي يا مستر انت اقل لنا من شوية ان الاكسي سي بتساوي ايه واحد على اثنين باي اف سي طلع المعطيات كده السي بربعمية وسبعين مايكرو فراد التردد بخمسين هيرتز او زبزب على الثانية طالب مني الاكسي سي كل اللي انا هعمله هكتب القانون اللي هو بيقول لي ايه واحد على اثنين باي اف سي هحط الواحد زي ما هو الاثنين زي ما هي البي زي ما هي هشيل التردد اف وحط ما كانه خمسين لانه مدهولي في المناطيات بخمسين هشيل قيمة السي وحط ما كانها ربعمية وسبعين هنا بقى هتلاحظ ايه الراجل هنا ضرف عشرة اوسي سالب ستة ليه لانه مدهالي بالمايكرو فراد وعشان اطلع المقاومة بالقوم لازم الساعة تكون بالفراد طب هو مديني ساعة المكسف هنا بالمايكرو فراد العلاقة دي ما تنساش خالص قول لي ان المايكرو فراد لو اتضرب في عشرة اوسي سالب ستة هيديني فراد يبقى انا اول ما اشوف العلاقة ده هي ان ساعة المكسف بالمايكرو فراد على طول كده ما ترددشي اضرب في عشرة اوسي سالب ستة لان الربعمية وسبعين لو اتضربوا في عشرة اوسي سالب ستة يبقى انا كده حولت القيمة من مايكرو فراد لفراد على حسبة واعمل البسط والمقام هيطلع الناتج ستة وسبعة وسبعين من مية قوم يبقى انا كده جبت الممنعة السعوية اللي انا بقول عليها المقاومة لانها بتتقاس بالقوم المقاومة السعوية او الممنعة السعوية طيب في بعد كده بقى عندي حاجة مهمة جدا اللي هي توصيل المكسفات قبل ما نتكلم عن توصيل المكسفات تعال كده ناخد كومنت صغير على المقاومة والمكسف المقاومات لما اطعناها في حلقات كتير وتكلمنا عن توصيلها توالي وتوازي عرفنا ان المقاومة ووظفتها بتحد من شدة الطيار لما جينا كده قربنا من المقاومة ووصلناها مع طيار متغير عرفنا ان المقاومة لما تتوصل مع طيار متردد لا يوجد علاقة بين الجود والطيار يعني الاتنين بيبدأوا من نقطة واحدة وينتقوا مع بعض الاتنين بيبدأوا مع بعض وبينهم مع بعض عشان كده الزاوية الموجودة من الجود والطيار بتساوي صفر طيب شيل المقاومة بقى حط مكسف ودريسه المكسف ده هو آلة او اداة كهربية تستخدم لحفظ وتغزين الشحنات الكهربية وتركيبه بسيط جدا لحين واللحين دول معدن والمادة اللي بينهم مادة عزلة ممكن تكون بورق ممكن تكون بلاستيك ممكن تكون ميكا زي ما قلنا في الاول طيب المكسفات ده هي لها ممنعة استنتاجية لها ممنعة سعوية اسمها XC بتساوي 1 على 2 باي FC طيب يا مصر المكسفات زي ما انتا قلتنا استخدمتها في حفظ وتغزين الشحنات هل ممكن اوصلها زي المقاومات توالي وتوازي اه هفكركم كده بالمقاومات لما كنا بنجيب مجموعة مقاومات ونوصلها على التوالي باخد بداية بنهاية بداية بنهاية يديني فرع كده الفرع ده هو باسمين قاومات على التوالي لو انا جيت حسبت المقاومة الكلية كنت باجمع المقاومة الاولانية برافو عليكم زائد المقاومة التانية زائد المقاومة التالت في توصيل التوازي بقى مش بعمل كده توصيل التوازي بقول ايه بقول واحد على المقاومة الاولانية زائد واحد على المقاومة التانية زائد واحد على المقاومة التالت ده لو قل مقاومات النهاردة بقى بنشتغل على توصيل المكسفات هنقلب يعني هنقلب يا مستر يعني هنعمل العكس يعني لو انت عندك مجموعة مكسفات على التوالي وعايز تحسب الساعة الكلية مش هتقول بقى R1 زياد R2 زياد R3 لا الساعة هنا اسمها C هقول 1 على C1 زياد 1 على C2 زياد 1 على C3 يعني يا مصطر المقاومات كنت بقول R1 زياد R2 زياد R3 في التوالي لو جيت على المكسفات كأن يشغل توازي برافع عليكم بقول 1 على C1 زياد 1 على C2 زياد 1 على C3 يديني الساعة الكلية في حالة التوالي طيب لو المكسفات توازي اجمع ولا يهمك قل سي واحد زائد سي اثنين زائد سي ثلاث يعني توصيل التوالي في المقاومات هو توصيل التوازي في المكسفات والعكس عشان ما نحفظ نفهم لان الجدرات مبنية على فهمنا ليها وان احنا نطبق كويس جدا تعالوا بقى بينا كده نشوف لو انا جبت مجموعة مكسفات ووصلتها على التوالي ايه اللي هيحصل كلامي صح ولا كلامي يطلع فيه مشكلة تعالوا كده بينا نشوف توصيل المكسفات على التوالي ده شكل المكسفات ههمت الراجل هنا مديني ثلاث مكسفات قد المكسف الاولاني اسمه سي واحد والمكسف الثاني اسمه سي اثنين والمكسف الثالث اسمه سي تلات طيب الجود اللي بيحصل هنا ايه قال لي الجود هنا اه فكروني كده بقى بالتوالي مش احنا قلنا في حالة التوالي الجود بيتجزق يعني يا مصر الجود بيتجزق يعني شوية جودة يبقوا هنا اسمهم في واحد وشوية جود هنا يبقوا اسمهم V2 وشوية جود هنا اسمهم V3 الشحنة برضو هنا هتتجزق Q1 و Q2 و Q3 وجاء اللي في حالة التوالي الشحنة هتبقى سابتة يعني الشحنة اللي على المكسف ده هي هي الشحنة على المكسف ده هي هي الشحنة على المكسف ده هي وبعد شوية كده هنشوف المسائل حلها ازاي تعالوا بنا بقى نحسب المقاومة الكليه او الساعة الكليه ادي المكسف هو متوصل ببطارية مثلا او متوصل ببطار متغير ايا كان هنا الالواحة هي ودي المادة العزلة وده مكسف على التوالي مع مكسف تاني العلاقة الرياضية بتقول ايه بقى بتقول لنا عندي Q بتساوي الشحنة على المكسف الاولاني بتساوي الشحنة على المكسف التاني بتساوي الشحنة على المكسف التالت بقى بالتالي الشحنة بتساوي ايه اي شحنة في الدنيا او اي جهد في الدنيا بيساوي ايه بيساوي الشحنة على الساعة الاولانية وفيه اتنين الشحنة الشحنة عالساعة الثالثة هتلاحظ هنا ايه ان Q هنا هي Q هنا هي Q هنا فاخدها عامل مشترك كده هيبقى لك ايه بقى لو انا قلت بقى اجمع V1 زائد V2 زائد V3 ايه اللي يحصل هقول بقى ان انا خدت Q عامل مشترك بالاسم على Q هيظهر ان الساعة الكلية بتساوي ايه 1 على C ست تاوي 1 على C1 زائد 1 على C2 زائد 1 على C3 وده لو قل في الامتحان احسب الساعة الكلية في حالة التوالي طيب لو انا وصلت بقى المكسفات على التوازي ايه اللي هيحصل ادي المكسفات باخد البدايات مع بعضها والنهايات مع بعضها وده رمز المكسف اهو المكسف الاولاني C1 المكسف الثاني C2 المكسف الثالث C3 هلاحظ هنا القاتل هلاحظ هنا ان الجود هو اللي سابت والشحنة هنا تغيرت يعني يا مصدر في التوالي الشحنة كانت سابتة هنا الشحنة هتختلف الشحنة على المكسف الاولاني غير الشحنة على المكسف الثاني غير الشحنة على المكسف الثالث وده الشكل بتاعي لو انا وصلتهم على بطارية تعالوا بقى نشوف الراجل اثباتها ازاي بيقول لي ايه بيقول لي الشحنة على المكسف الاولاني بتسوي الساعة الاولانية في فرق الجهد والشحنة على المكسف الثاني بتسوي الساعة الثانية في فرق الجهد والشحنة على المكسف الثالث بتسوي الساعة الثالثة في فرق الجهد فبالتالي لو انا جمحت بقى Q1 زائد Q2 زائد Q3 يديني الشحنة الكلية طب لو انا بقى حطيت C1 وC2 وC3 هلاحظ ايه ان الجهد الاولاني هو الجهد التاني هو الجهد التالت لان انا عندي قعدة تعلمتها من الاول خالص ان في حالة التوازي الجهد سابت فبالتالي هيبقى المقاومة الكلية او الساعة الكلية بتسوي ايه بقى بتسوي C1 زائد C2 زائد C3 افهم من كده لو انا عندي مجموعة مكسفات وصلتهم على التوازي والمكسف الاولاني مثلا ليه رقم والمكسف التاني ليه رقم والمكسف التالت ليه رقم اجمع التلاتة جمعي عادي خالص يديك الساعة الكلية لكن لو طلب منك الشحنة لازم تجيه بالساعة الاولانية تضربها في فرق الجهد يديك المكسف او الشحنة على المكسف الاولاني وارجع اجيبها للتاني وارجع اجيبها للتالت يبقى انا كده خط مقارنة صغيرة بين توصيل التوالي وتوصيل التوازي تعالوا بقى كده نطبق مع بعضنا مثال واحد عشان نفهم يعني ايه توصيل توالي ويعني ايه توصيل توازي بيقول لي ايه بيقول لي 3 مكسفات ساعتهم 2 و 1 و 4 ميكرو فران متصلة على التوازي يعني 3 مكسفات دول متوصلين على التوازي مع مصدر جهده 220 فولت عايز يحسب الساعة الكلية وعايز يحسب الشحنة على كل مكسف سامعك كده وانت بتقول لي برافو عليك التوصيل هنا يا مستر توصيل على التوازي يبقى انا هاجم على الاربعة مع الواحد مع الاتنين هيديني على طول كده سبعة يبقى الساعة الكلية سبعة برافو عليك وشفتوا بقى بمجرد النظر ادم التوصيل على التوازي باجمع الساعة الاولانية زائد الساعة التانية زائد الساعة التالتة طب لو طلب مني الشحنة بضرب الساعة الاولانية فرق الجهد واضرب الساعة التانية فرق الجهد واضرب الساعة الثالثة في فرق الجوت بجيب الشحنة كم مرة برافو عليكم تلات مرات لو عندي تلات مكسفات زي اللي قدامنا في المسألة تعالوا بقى كده نشوف تحلت ازاي زي ما انت قلت كده برافو عليك سامعك بتقولي انا هجيب الساعة في حالة التوازي اجيبتها ازاي قلت سي توتل بتساوي سي واحد زائد سي اتنين زائد سي تلاتة هشيل سي واحد وحط مكانها اربعة واشيل سي اتنين وحط مكانها واحد وهاشيل سي تلاتة وحط مكانها اتنين يطلع الناتج سبعة ميكرو فراد ليه حطيت ميكرو فراد لانه واقل في المعطيات ان التلات مكسفات بيتقاسه بالمايكرو فراد طب لو طلب مني بقى بالفراد برافو عليك هتضرب السبعة في كام في عاشرة وستسالب ستة يبقى انا حاولتها من ميكرو فراد لفراد طب تعالوا كده عشان نجيب الساعة الكولية مش احنا جيبنا الساعة الكولية عشان نجيب بقى الشحنة الكلية الشحنة الكلية هتساوي ايه هضرب الساعة بتاع المكسف الاولاني في فرق الجود طب ساعة المكسف الاولاني قديه اربعة وفرق الجود في المعطيات كام امتين وعشرين فلو ضربت اربعة في امتين وعشرين يديني تمنمية وتمانين مايكرو كلوم خلوا بالكو انا شغال مايكرو فراط فغصبا عني الساعة الشحنة هنا هتطلع الاخرى بالمايكرو كلوم لان وحدة صغيرة لو انا عايز اجيبها كلوم اضرب الناتج برافو عليكم في عشرة وستسالب ستة طبقيه اتنين هضرب الساعة التانية في فرق الجود الساعة التانية كان بواحد وفرق الجود كان متين وعشرين فلما ضربت الواحد في امتين وعشرين طلع بمتين وعشرين مايكرو كلوم برضو نفس الكلام هجيب الشحنة على المكسف التالت اللي هي الساعة رقم تلاتة هضربها في فرق الجود هيبقى تلاتة اللي هو رقم اتنين اللي هو الساعة التالتة باتنين مايكروفراد هضربه في متين وعشرين يطلع الناتج بربعمية واربعين مايكروكلوم لو انا عايز احسب بقى الشحنة الكلية هاجمع التمنمية وتمانين مع المتين وعشرين مع ربعمية واربعين يديني الشحنة الكلية طب تعالوا بقى كده ناخد تطبيق تاني عشان نبقى فاهمين يعني ايه توالي ويعنيه توازي بيقول لي ايه بقى? تلات مكسفات واحد باربعة والتاني بتمانية والتالي بستاشر برضو مايكروفراد متصلة على التوالي برضو بالمصدر متين وعشرين عايز يحسب الساعة والشحنة هنا بقى البنت الشاطرة والولد الشاطر اللي بيشتغل فن تركيبات كهربية جدرات هيقول ليه الفرق هناك كنا بنجمع الواحد مع الاتنين مع التلاتة وطلع ناتج يعني لو دي توصيل على التوازي هقول اربعة وتمانية وستاشر يطلع الناتج على طول لكن التوصيل هنا ايه? برافو عليكو على التوالي فاقول واحد على اربعة زائد واحد على تمانية زائد واحد على ستاشر اوحد المقامات واجمع يديني الساعة الكليه طيب الشحنة هناك كانوا تلات مكسفات جبت الشحنة تلات مرات هنا هجيب الشحنة مرة واحدة بس لان في حالة التوالي الشحنة سابتة او الشحنة موجودة واحدة هجيبها مرة واحدة بس تعالوا عشان ما نحرقش المسألة كده نشوف عملنا ايه? بيقول لي ايه بقى الراجل? قال لي بما انه ان واحد على سي توتل بتساوي واحد على سي واحد زائد واحد على سي اتنين زائد واحد على سي تلات هشيل سي واحد وحط مكانها اربعة وشيل سي اتنين وحط تمانية وشيل سي تلاتة وحط ستاشر هشتغل بقى شغل ابتدائي هوحد المقام بالرقم الكبير اللي هو ستاشر يطلع الناتج كام? لو خدت الستاشر عامل مشترك ستاشر على الاربعة فالاربعة ستاشر على التمانية فالتنين ستاشر على الستاشر فالواحد يجمع اربعة واثنين يبقى ستة وواحد سبعة يبقى الناتج تلع بكام? بسبعة على ستاشر اه اوعى مش انت في المقاومات كنت بتقول لي بشقلب هنا برضو هشقلب يبقى الناتج هيطلع بكام برافو عليكم بستاشر على سبعة يعني يطلع اتنين وتمانية وعشرين من مية مايكرو فراد وكده جبت الساعة الكليه طب لو طلب الشحنة الشحنة بقى قال للشحنة الكلية هنا هتساوي الساعة الكلية في فرق الجهد شفتوا بقى الفرق في التوازي بجيب الشحنة ثلاث مرات لو عندي ثلاث مكسفات لو في التوالي زي المسألة اللي قدامي دي وطلب مني الشحنة كل اللي انا هعمله هجيب الساعة الكلية اللي هي سي توتا للأول واضربها في فرق الجود في فالساعة الكلية هتلعب باتنين وتمانية وعشرين من مية هضربها في امتين وعشرين يطلع الناتج خمسمية وتلاتة برضو مايكرو كلوم عشان الشحنة عندي او الساعة عندي بالمايكرو فراد هنا بقى هلاحظ الاتي هلاحظ ان انا لو اشتغلت على التوصيل على التوالي او التوصيل على التوازي سواء كانت مكسفات او مقاومات لو انا عندي مجموعة مكسفات والمكسفات ده هي توصلتها على التوالي ايه اللي بيحصل اول حاجة بعملها بجيب المكسف الاولاني ليه بداية ونهاية باخده مع المكسف التاني ببداية بنهاية وبداية بنهاية زي العقد اللي قولنا بنلبسه كده او السلسلة اللي بنلبسة بتبقى حلقات في بعضها كده توصلة التوالي ده هاي لو انا عندي مجموعة مكسفات المكسف الاولاني اسمه c1 والمكسف الثاني اسمه c2 والمكسف الثالث اسمه c3 المكسفات دي لو عايز احسب الساعة الكلية بتاعتها كل اللي انا هعمله هقول واحد على c1 زائد واحد على c2 زائد واحد على c3 يعني ايه مستر الكلام ده يعني بديه كده لو انا عايز اصغر ساعة اوصل توالي برافو عليكم المثال اللي احنا حليناه من شوية كان فيه مكسف 4 وكان فيه 8 وكان فيه 16 لما وصلتهم على التوالي طلع الناتج بـ 2 و 8 من 10 تخيل مكسف 4 مايكروفراغ والتاني 16 والتالت 8 والتلاتة دول لما شبكتهم مع بعض بالتوالي قدوني كيمة صغيرة جدا أصغر من أصغر مكسف كان أصغر مكسف في المسألة 4 الناتج اللي طلع بعد ما جمعتهم مع بعض 1 على 4 زائد 1 على 16 زائد 1 على 8 طلع بـ 2 و 8 من 10 فبالتالي لو أنا عايز ساعة صغيرة أوصل توالي عن نقيد بقى أولاد لو أنا عندي المكسفات دي توازي خلي المثال ده توازي يعني الـ 4 مع الـ 8 مع الـ 16 توازي يطلع الناتج الكبير أول إنك لو جمعت 4 و 8 يديني 12 12 و 16 و 28 يبقى أنا لو عندي 3 مكسفات ده هم توصلتهم على التوازي هيديني أكبر قيمة ساعة يعني أكبر من أكبر مكسف يعني القيمة طلع بـ 28 مع أن أكبر مكسف كان بـ 16 فبالتالي عايزك بقى تدوم معي الكومنتيات الصغيرة ده هيت عشان دي حاجات مهمة جدا في التقيم معانا إن أنا عندي أكبر ساعة أحصل عليها إمتى؟ برافو عليكم لو أنا وصلت على التوازي وأصغر ساعة أوصلها إمتى؟ لو أنا وصلت على التوالي وهنا بقى عايزك تبقى واخد بالك برضو من نقطة تانية إن عندنا حاجة اسمها الشحنة الشحنة الكهربية أي شحنة في أي جهاز في أي مكسف بتساوي حاصل ضرب الساعة بفرق الجهد لو أنا شغال على التوالي ركزوا بقى معي المكسف اللي أنا قلت عليه في الأول خالص لحيم بينهم مادة عزلة والمكسف ده هو بيشتغل في حفظ وتخزين الشحنات وعايز أجيب الشحنة على المكسف أضرب ساعته بفرق الجهد طب لو أنا عندي مكسفات على التوالي أجيب الساعة الكلية أجيب الساعة الكلية وأضربها بفرق الجهد عشان كده في ملحوظة مهمة جدا عايزكم تخلوا بالكم منها لو أنا عايز أجيب الشحنة في حالة التوالي بجيبها مرة واحدة إزاي مرة واحدة يا مستر يعني أنا مثلا لو عندي مكسف خمسة وتمانية وعشر بجيب الساعة الكلية الأول لأن أقول واحد على خمسة زي الواحد على تمانية زي الواحد على عشرة ووحد المقامات وشائل بيطلع نات النتج ده هو باخده أضربه في فرق الجهد ديني الشحنة يبقى في حالة التوالي الشحنة بجيبها مرة واحدة بس بدأنا بجيب الساعة الكلية الأول واضرب الساعة في فرق الجهد برفو عليكم طب لو أنا بقى عندي التوصيل على التوازي لا يا مستر هنقب بقى شوية هنا في حالة التوصيل على التوازي بعمل إيه باخد البداية مع بعضها والنهايات مع بعضها الأول المكسف الأولاني ليه ساعة والمكسف الثاني ليه ساعة والمكسف الثالث ليه ساعة الشحنة اللي دخل بقى هنا فيه شحنة على المكسف الأولاني لها قانون والشحنة على المكسف الثاني لها قانون والشحنة على المكسف الثالث لها قانون إن الشحنة بتساوي إيه CV يعني إيه CV يا مستر يعني الساعة بفرق الجهد يبقى أنا في حالة التوازي حطي بقى تحتها خطين كده بجيب الشحنة ثلاث مرات لو عندي ثلاث مكسفات يعني المكسف الأولاني باخد ساعته أضربه بفرق الجهد والمكسف الثاني باخد ساعته أضربه في فرق الجهد والمكسف الثالث باخد ساعته أضربه في فرق الجهد يبقى أنا أطلع لي كم شحنة برافو عليكم ثلاث شحنات بجمع بقى الشحنة الأولينية زائد الشحنة الثانية زائد الشحنة الثالثة يدين الشحنة الكلية اللي ماشي في المكسفات الثلاثة ومن هنا عايزكم تلاحظون لحقاتي إن في حالة التوالي بنحصل فيه على أصغر قيمة للساعة رقم اتنين الشحنة بجيبها مرة واحدة بس عن طريق حاصل ضرب الساعة الكلية في فرق الجهد طيب لو أنا شغال توازي لو أنا شغال توازي بجيب الساعة الكلية عن طريق إن أنا بقول سي واحد زائد سي اتنين زائد سي تلاتة يعني إيه الكلام ده يعني بجمع الساعة دي كلها جامع عادي خالص كده زي ما بجمع واحد زائد واحد بيديني اتنين حتة بقى عايزكم تخلوا بالكم منها أو تاخدوهم لحظة وكومنت بقلة محمر كده تحطه تحت 20 خط إن للحصول على أكبر ساعة بوصل توازي والحصول على أكبر شحنة برضو توازي ليه بقى؟ لأن أنا بجيب الشحنة على المكسف الأولاني وارجع أجيب الشحنة على المكسف الثاني وارجع أجيب الشحنة على المكسف الثالث طيب تعالوا بقى كده نقول إيه؟ أنواع المكسفات إيه؟ المكسفات زي أزل المقاومات منها السابت ومنها المتغير مش إحنا اتفقنا مع بعضنا وإحنا عاديين برضو مع بعض وإن المقاومات سابتة ومتغيرة وخطية وارخطية المكسفات برضو عندنا نوعية المكسفات سابتة ومكسفات متغيرة وسموها سابتة ليه أولاد؟ لأن المكسف لما بروح أجيبه لأنه مكتوب مثلا عليه 100 مايكروفراد الميت مايكروفراد دول سابتين القيمة يعني القيمة بتاع المكسف 100 خلاص هي المية أما المكسفات المتغيرة متغيرة القيمة يعني أخذ منها 20 أخذ منها خمسين أخذ منها ثمانين القيمة اللي أنا محتاجها بأخذها منها عشان كده سموها مقاومة أو آسف مكسفات متغيرة طيب المكسفات السابتة دي زي إيه قال لي مكسفات بلاستيكية مكسفات ورقية مكسفات الميكة مكسفات سيراميكية مكسفات إلكتروليتية يعني إيه مستر الكلام ده يعني المكسف بيسمى باسم المادة المصنوع منها مش إحنا اتفقنا مع بعضنا في الأول إن المكسفات دي عبارة عن لوحين بينهم مادة عزلة اللوح الأولي مصنوع من معدن واللوح الثاني مصنوع من معدن والحشو ده هوت اللي هو في النص مادة عزلة لو أنا حطيت ورقة يبقى مكسفات ورقية لو أنا حطيت بلاستيك يبقى مكسفات بلاستيكية لو أنا حطيت الميكة يبقى مكسفات الميكة لو أنا حطيت سيراميك يبقى مكسفات سيراميكية لو أنا حطيت مادة اسمها إلكتروليت يبقى مكسفات إلكتروليتية يبقى المكسفات عندنا كم نوع أكتر من ثلاث أو أربع أنواع وبيندرجوا تحت مسمى مكسفات سابتة القيم طيب المكسفات الثانية يا مستر اسمها مكسفات متغيرة وده مكسف واحد بس اللي احنا نقول عليها مكسفات هوائية وكلمة متغيرة يعني إيه يعني أنا القيمة اللي أنا عايزة ألع فيها بمفك برحتي أخذوا القيمة اللي أنا عايزة كل ما هوسع الفجوة كل ما يديني ساعة وخلوا بالكم اتفقنا مع بعضنا أول ما اشتغلنا مكسفات النهاردة قلتليك أنا عندي ثلاث حاجات يفرقوا معايا في المكسف رقم واحد سابت العزل اللي احنا اتفقنا مع بعضنا أن يتناسب تناسبا طرديا مع الساعة رقم اتنين مساحة المقطع اللي هو مساحة سطح اللوح اللي هو التخانة بتاع اللوح كل ما اللوح بتاع المعدن بتاعي أو لوح المكسف مساحته كبيرة كل ما الساعة تبقى كبيرة مين بقى اللي أعكسهم؟ المسافة بين اللوحين كل ما المسافة بتاع الوحدية تكبرت كل ما الساعة قل كل ما صغرت المسافة كل ما الساعة تزيد ودي تلات نقط مهمين ارجع بقى للمكسف الهوائي المكسف الهوائي ده هو يستخدم لو انا عايز احصل على قيم مختلفة للساعات قيمة مثلا عايز 20 ميكرو فراد عايز 10 ميكرو فراد المكسف فينا يسموه هوائي عشان اقدر اتحكم في قيمته لكن لو انا حطيت ورق او حطيت بلاستيك او حطيت اي مادة هتبقى قيمته سابتة خلاص مش هادر العب فيه او ازود الحيز او اقل الحيز عشان كده المكسفات المتغيرة تتمثل في مكسف واحد بس للمكسفات الورقية طب المكسف بيشتغل في ايه حفظ وتخزين الشحنات الكهربية وزي ما اديك مثال كده اللي هو الفلاش بتاع الايه بتاع الكاميرا بتاعتنا بيقى في شوية شحنة كده موجودة باخدهم استدعيهم يطلع شوية الاضاءة ويرجع يشحن ويفرغ يشحن ويفرغ طول ما هو موجود في الكهربا بيشحن وييفرغ طي المكسفات موجودة في بعض المحركات موجودة في بعض الشركات او بعض خطوط الانتاج لانها لها وظيفة تانية جدا وظيفة اسمها بتحسن معامل القدرة يعني المكسف مش وظيفة بس بيحفظ الشحنة ويخزينها لا ده ليه وظيفة تانية كتير جدا منها تحسين معامل القدرة منها تحسين معامل الايه القدرة يعني القدرة عندي بيعمل لها عملية تحسين لكوزين فاي اللي هو معامل القدرة بتاع المحركات توصيل التوازي وتوصيل التوازي في المكسفات بيختلف اختلاف كل عن المقاومات استخدام المكسف غير استخدام المقاومة اتفقت معاكم اننا النهاردة بعمل مقارنة صغيرة جدا عن المقاومات والمكسفات في حاجات كده صغيرة اهم نقطة عايتكم تركزوا فيها ما هي العوامل التي تتوقف عليها ساعة المكسف اتفقنا مع بعضنا في الاول خالص ان المكسف فيه ثلاث حاجات بيفرقوا معايا رقم واحد اللي هو مساحة سطح اللحين رقم اثنين المسافة بين اللحين رقم ثلاثة سابت العزل مادة الصنع بتاع المكسف تختلف من مكان لمكان او من معدن لمعدن او من مادة الماد النهاردة اتكلمنا مع بعضنا كده عن الطائر المتردد قريبنا ان الطائر المتردد وطائر متغير القيمة والاتجاه خدنا شوية تعريفات زي تعريف التردد تعريف الموجة الجايبية وازاي نستنتج موجة جايبية عن طريق اذا قطعة موصل ساحة موناطيسية فانه يستنتج بيازة الموصل قوة دفع كهربية واللي قال كده عمنا فرضاي والنظرية دي بتولد اي طائر كهربي وخدنا شكل كده صغير للموجة الجايبية وحللنا مسار على القيمة الفعالة وعلى القيمة المتوسطة عايزكم بقى تركزوا في اليام اللي جاي دي تليل ان شاء الله بخلاص التنم خلاص بيخلص واحنا ان شاء الله في امتحانات اليومين دول جدعانوا كده ان شاء الله موفقين بإذن الله كنت سعيد جدا انا كنت معكم النهاردة اشكركم في اه اشكركم واترككم في حفظ الله وامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم